مع استمرار الحرب تتضاعف الكلفة الإنسانية وكل يوم تضاف إلى كشوف الضحايا عداد جديدة عدد النازحين داخليا تجاوز ثلاثة ملايين أما الخارج فيقارب مليونين وفق إحصاءات رسمية في تقريرها السنوي الجديد بشأن اليمن حاولت منظمة العفو الدولية تشخيص الوضع الكارثي في اليمن لكنها كالعادة بدت كمن يمشي بين حقل ألغام وانعكس ذلك على شفافية التقييم للحالة الإنسانية أورد التقرير عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء غارات التحالف وهم بحسب التقرير أكثر من 49 مدنيا خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس من العام المنصر بينما أغفل الأرقام الحقيقية لضحايا القصف المستمر من قبل مليشي الحوث الإنقلابية على المدنيين في الحديدة وتعز ومأرب وهم بالمئات وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى خطورة الألغام التي يستخدمها الحوثيون ووصفها بالمحظورة دوليا إلا أنه لم يذكر عدد ضحاياه الذين يتساقطون بين شهيد وجريح يوميا تقريبا في المجمل تضمن التقرير نماذج من الانتهاكات وكان بالإمكان أن يكون منحازا للضحايا المدنيين أكثر مما ورد لكن على ما يبدو ثمت حسابات غير معلنة لهذه المنظمات الدولية لعل أبرزها مراعاة سلامة عامليها في مناطق النفوذ العسكري لطرف ما فيما يرى مراقبون أن اعتبارات سياسية تحضر بشكل أو بآخر في صياغة البيانات الدولية ويتجلى ذلك في هندسة أرقامها والتلاعب بالألفاظ لمصلحة جهة ما بما لا يخل طبعا بالبعد القانوني في صناعة هذه التقارير ما يجعلها منتجات سياسية أكثر منها حقوقية وإنسانية ترجمة نانسي قنقر